العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا الآن طيبة وتتقدم والسياسة لا تستقيم بالاقتصاد فأكثر من ألف شركة إسبانية تعمل على أرض المغرب وأكثر من عشرين ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب لذا هناك فسحة للتطوير فعاد الحديث عن مشروع عمره أربعون عاماً لربط أوروبا مع أفريقيا وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بحث مع ملك إسبانيا السابق وان كارلوس بناء نفق بين البلدين من شأن هذا النفق نقل بضائع ومسافرين بين ضفتي البلدين وبالتالي تعزيز اقتصاد القارتين أفريقيا وأوروبا النفق سيبدأ حفره في مضيق جبل طارق والذي يمر منه سنوياً من هذا المضيق ما يقارب مئة ألف سفينة ويمتد تحت البحر النفق سيحتاجون للحفر لمسافة تقدر بثمانية وثلاثين كيلو متراً من هنا إلى هنا ثمانية وعشرون كيلو متراً منها تحت سطح البحر العمق سيصل إلى أربعمائة وخمسة وسبعين متراً تحت سطح البحر يعني ليس سهلاً وستكون هناك سكة حديد ونفق موازن للخدمات وسيربط ملباطة في مدينة طنجة بالمغرب وأيضاً يربط من الجانب الإسباني يربطها في بالوما في طريفة الإسبانية عاد الحديث عن المشروع بعد تحسن العلاقات أيضاً هذا بالطبع ليس النفق الجديد لكن هو نفق آخر تم حفره وسيتم حفر النفق الجديد بنفس الطريقة على كل حال الحكومتان كلفت شركات مغربية وأخرى إسبانية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع هذا المشروع سيسهل مرور 13 مليون طن من البضائع سنوياً بين البلدين و 12 مليون مسافر سنوياً على المدى المتوسط طبعاً ستتولى شركة ألمانية العمل على تنفيذه